في خبر هم رسل مدير الوكلة الوطنية لسلامة الطرقية المدرية العمى للأمن الوطنية وكذا القيادة العمى للدرك الملكية بخصوص الشروع في استغلال أجهزة المراقبة والمعاينة الآلية لمخالفة قانون السيرة من الجيل الجديد وتحرير المخالفة المرصودة بواسطتها وأفدت مراسلة لمدير نرسا وجهها إلى المديرين الجهويين لسلامة الطرقية بأنه تم الشروع في استغلال وتحرير محاضر المخالفة المرصودة تدريجيا ابتداء من فتح يناير الجاري لأجل ذلك تمت مرسلة المدير العمى للأمن الوطنية من أجل إعطاء التعليمات لأعوان رجال الشرطة لتفادي تحرير محاضر مخالفة عدم احترام الوقوف الإجبار المفروض بإشارة الظوء الأحمر في حق أشخاص امتثلوا لأوامرهم بالتقاطعات الطرقية المجهزة برادارات مراقبة احترام التوقف المفروض بإشارة الظوء الأحمر وبحسب المصدر دائما تمت مراسلة القيادة العمى للدركي الملكية من أجل تفادي وضع نقط مراقبة السرعة بالرادار المحمولة بمحاذاة الأجهزة الجديدة وذلك لتفادي معاقبة السائقين بشكل مزدوج اشتركوا في القناة